اهلا وسهلا بحضراتكم في هذه التخفية يعتبر سباق الانتخابات الامريكية ذو اهمية خاصة للعالم باسمية وبرغم من كون الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب لا يمتلك شعبية جيدة في عدد كبير من البلاد الا ان عدد من قيادات الجمهوريين في الولايات المتحدة حذروا من الاستهانة بفرص الرئيس السابق دونالد ترامب في سباق البيت الابيض وقالوا انه لا يزال المرشح الاوفر حظم بحسب ما ذكرت صحيف الزاهل فان المخططين الاستراتيجيين والمسؤولين بدأوا يضقون المصمور الاخير في نعش المسيرة السياسية لترامب بعد الانتخابات النصفية الاخيرة مع تزايد المشكلات القانونية التي يواجهها الرئيس السابق والتدعيات المستمرة لاحداث اقتحام الكونجرس بما اثار تساؤلات حول ما اذا كان قد تضرر بشكل لا يمكن معه ان يكون مرشح حزب في الانتخابات ام لا بعض الجمهوريون يقولون ان الوقت لا يزال مبكرا للغاية لاستبعاد ترامب حتى في الوقت الذي يجذب فيه منافسوه المحتملون لسيام حاكم فلوريدا روان بيستنانس انتباه الرأي العام بشكل متزايد وقال فورد اوكونيل المقطط الاستراتيجي الجمهوري انما تكون في فلوريدا في هذه الاجتماعات الشعبية تسمع اسم ديسانتس يتردد بقوة لكن خارج فلوريدا لا يزال ترامب المهينة وكان ترامب قد بدأ يتعافى قليلا من مزاعم سوء التعامل مع الوثائق الحكومية وذلك بعد الكشف عن الاثور على وثائق سرية في منزل الرئيج جو بايدن ومكتب سابق له في واشنطن وتغضع كل القضيتين وثائق ترامب ووثائق بايدن لتحقيقين يشرف على كل منهما مدعي خاصة وصار على المراكبون للتأكيد ان قضيتين مختلفتان لكن الجمهوريين يقولون ان وثائق بايدن تساعد ترامب قال احد المساعدين الصادقين في حاملة دونالد ترامب ان هذا الكشف يرفع عن ترامب كثيرا من الضغط لان الناخبين الجمهوريين بدأوا يتذكرون ان ما يتهم الديمقراطيون ترامب بفعله هم انفسهم يفعلونه وهذا امر كبير للغاية بالنسبة للناكبين الجمهوريين كلياني كوناي مستشار ترامب الصادقة كتبت في مقال الاسبوع الماضي بصحيفة نيويورك فايمز تقول ان تجاول ترشيح ترامب في سباق الفين وعشرين او كتابة نعي السياسي عمل احمق واشارت كمان الى انه يتحمل الاضطهاد ويتفادى المقاضى بشكل لا تفعله اي شخصية عامة اخرى وضفت ان هذا الامر قد يتغير بالفعل ولكنها اكدت انه من الحمق ايضا افتراض ان طريق ترامب نحو الرئاسة سيكون سالسا وامنا على جانب اخر دفعت الخسارة التي لحقت بالمرشحين المدعومين من ترامب في الانتخابات النصفية العام الماضي الكثير من الجمهوريين للتشكيك في نفوذه السياسي كما ان رئيس السادق يواجه عدد كبير من القضايا القانونية التي تتراوح ما بين تحقيق يجري مدعي خاص في تعامله مع المساندات السرية التي تم العثور عليها في مقر اقامته وحتى جهوده المزعومة للغاء نتيجة انتخابات الفين وعشرين في ولاية جورجيا انتقد بعض الجمهوريون ايضا انطلاق ترامب لسباق الفين وعشرين وقال احد المخططين المقدرمين من الحزب الجمهوري ان الترشيح لمنصب الرئاسة يستلزم الذهاب الى ولاية ايواء وتنظيم فعالية سياسية والذهاب الى نيو هامبشير لكن لا يبدو ان ترامب اقطط لذلك ولم يفعل هذا بعد ماذا للوقت طويل للحكم على المرشح المحتمل لرئاسة الولايات المتحدة الامريكية ولسه انتابع مع حضراتكم تفاصيل اكتر عن الهمالات الانتخابية لجميع المرشحين اشكركم على حسن المتابعة وللقاء في توطيات جديدة من تلفزيون الومي السابق